اشتركوا في القناة من تسحب الشوط في هذه اللحظات ثاني المراكز تليها غاوية الإبراهيم بن حمد النعيمي مع غاوية ولكن أرى اللي غيرت هناك من الجانب الأيمن العسيلة لمحمد بن حمد القريصي مع العسيلة الله يشعر وهذا الاسم والشعار اللامع اللي في ثالث المراكز الدخول هناك والاندفاع من هملولة لعلي بن سعيد بن جابر آل نابت مع هملولة ولكن رابع المراكز القدوم والاندفاع من غاوية الإبراهيم بن حمد النعيمي خامس مراكزنا يبقى هناك مع اللي قادمة هناك في خامس المراكز اللي في خامس المراكز الشاهنية اللي محمد بن خليفة بن ناصر الكواري ما شاء الله جميع المشاركات في موقع واحد في هذه اللحظة وإن دل على شيء يدل على قوة هذا الشوط وأهميته لدى جميع المشاركين الله 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 غيرت إلى أول المراكز الفائزة لمحمد بن صالح الله 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 يابن هامله إلى أول المراكز مع الفائزة باحثة عن الفوز باحثة عن الناموس ولكن حداري من العسيلة لمحمد بن حمد القريصي مع العسيلة ولكن العسيلة إذن أو عفوا الفائزة تنطلق الفائزة تباعد المسافة بينها وبين بقية المشاركات يا السلام يا سلام ولكن الفائزة إذن غيرت مدريات هذا الشوط تهانينة والناموس لمالك الفائزة محمد بن صالح بن هامله واللي في ثاني المراكز اللي في ثاني المراكز محمد بن حمد بن مشيط مع سحابه وفي ثالث المراكز اللي في ثالث المراكز وما قصرت هذه العسيلة لمحمد بن حمد القريصي تهانينة والناموس لجميع المشاركين توقيتنا الزمني لهذا الشوط دقيقتين وثنع عشر ثانية وواحد وستين من الأجزاء تهانينة للجميع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة